انطلاقا من موقف المملكة الداعم للأشقاء في لبنان فقد صدرت توجيهات القيادة حفظه الله بتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني الشقيق لمساندته في مواجهة الظروف الحرجة يتي ذلك في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية على أن المملكة تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في لبنان مشددة على ضرورة المحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية كما تؤكد في هذا الصدد وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة تداعيات تلك الأحداث وضرورة الحد من تبعاتها الإنسانية وتدعو المملكة المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته تجاه حماية الأمن والسلم الإقليمي لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب ومآسيها اشتركوا في القناة